أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدنا الكرام في هذه النشرة خاصة بطقس المغرب خلال يوم غد الأحد سبعة يوليوز الفين واربعة وعشرون نساء الله سنعطيكم آخر المسجدات التي صدرت من النموذج الأوروبي فقبل الأخذ لا تنسوا دعم نبلايك وشترك القناة وشكرا لكم يوم الأحد يتوقع أن تبقى الأجواء وإخواني الكرام مستقرة إلى قليلة السحب مع احتمال أن تكون درجة الحرارة نسبيا مرتفعة مشاهدين الكرام خصوصا على مناطق الجنوب الشرقي وأوسرد وزاقورة وكذلك المناطق الداخلية خلال توقع الأيام القادمة فتشير نماذج التقس العالمية لاحتمال ارتفاع في درجة الحرارة ملحوظة إخواني الكرام وخصوصا يوم التلتاء ستكون درجة الحرارة نسبيا مرتفعة إخواني الكرام ويوم الأربعاء إن شاء الله ستكون ارتفاع قوي في درجة الحرارة يوم الأربعاء والتلتاء وكذلك بالنسبة ليوم الخميس إن شاء الله ستبقى درجة الحرارة مرتفعة نسبيا إخواني الكرام كذلك اليوم الجمعة ويحتمل إن شاء الله أن تبقى درجة الحرارة مرتفعة كذلك يوم السبت إن شاء الله وكذلك يوم الأحد يتوقع كذلك استمرار هذه الحرارة إخواني الكرام بالنسبة لتوقعات الأمطار فيتوقع أن تبقى الأجواء صافية إلى قليلة السحب في مدى مناطق المملكة كما تشاهدون مشاهدين الكرامة ربما تكون بعد السحب الضعيفة على مناطق الغربية الأطلسية للمملكة أما بالنسبة لأيام المقبلة أجواء مستقرة إلى قليلة السحب تحية طيب للجميع